فضيلة الشيخية تسخت بعض ضعاف الإيمان على أقدار الله ويقولون لو لم نفعل ذلك ما حصل لنا ما حصل ما العلاج هذا هو هذا الذي ورد في هذا الباب أن الإنسان يفعل الأسباب النافعة ويعتمد في حصول النتائج على الله سبحانه وتعالى فإن حصل مقصوده الحمد لله وهذا فضل من الله ويشكر الله على ذلك وإن حصل عكس مقصوده فإنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وربما يكون ذلك خيرا له ربما أنه لو حصل له مقصوده لكان هذا ضررا عليه فالله أعلم سبحانه وتعالى